النهاردة حصلت حكاية غريبة غريبة جداً بدون مناسبة بدون مناسبة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم طلع هاجم وبقوة الأسطورة زين الدين زيدان يا خبر في حد يعمل كده؟ في حد يعمل كده؟ طيب إيه بقى كواليس الحكاية دي؟ عشان كان فيها ردود أفعال كثيرة جداً العالم النهاردة اتحرك كله كله انتقد وهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي الأمر وصل لأن كليان مبابيه نجم المنتخب الفرنسي نفسه يهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي عشان هاجم أو هاجم الأسطورة زين الدين زيدان تعالوا نشوف كواليس كلها نويل لجارة رئيس الاتحاد الفرنسي خرج بتصريحات مسيرة حول المدرب الكبير الأسطورة زين الدين زيدان بعدما تم تجديد عقد ديدي شاء حتى عام 2026 ودي هفكروني لأولوك عليها حاجة مهمة جداً لما نخلص علق نويل على عدم تولي زيدان تدريب منتخب فرنسا قائلاً أنا لا أبالي إذا تولى زيدان تدريب البرازيل أدعو الصحفيين لإقامة برنامج خاص لإيجاد فريق له هو صعبان عليه زيدان يعني أنه مش لايه فريق أكيد زيدان عنده فرق كتير وأكد لكم أن زيدان ما كان ليرد على الهاتف إذا اتصلت به ليتولى قيادة المنتخب نكمل أصارت هذه التصريحات غضب فرنسا بشكل واضح حتى أن كيلين مبابي نجم منتخب فرنسا خرج ليرد على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي قائلاً بص الحلاوة بص الجمال زيدان هو فرنسا لا يجب أن نقلل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة لعب المنتخب الفرنسي وهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي بقوة لصالح زين الدين زيدان وعنده حق كده يمبابي اللي عن ضحق بعد ذلك خرجت وزيرة الرياضة الفرنسية إيميلي أوديا كاستيرا لتنطق التصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي وتصفه بغير المسؤول قائلاً هذه التعلاقات غير لائقة وبها قلة احترام كبيرة للمدرب وما حدث يؤلمنا جميعاً تجاه أسطورة كرة القدم والرياضة الفرنسية لا يمكن أن يصرح أكبر رئيس منظومة قروية في فرنسا بمثل هذه التصريحات نعتذر منك يا زيدان يعني وزيرة الرياضة الفرنسية اعتذرت لزيدان بسبب تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي مش حد يقول كده والله مش حد يقول كده يعني على زين الدين زيدان وأخيراً انتفض نديه السابق ريال مدريد دفاعاً عن لعبه ومدربه بعد تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي وقال ريال مدريد نرفض تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي عن واحد من رموز ريال مدريد وفرنسا إنه بطل العالم مع منتخب بلاده كلاعب كما قادنا لكثير من الإنجازات لذلك يجب الحديث عنه باحترام أكثر من ذلك بعد هذه الانتقادات تراجع نويل لجارة رئيس الاتحاد الفرنسي عن تصريحاته اتجاه زين الدين زيدان قائلا أعتذر عن تصريحاتي اتجاه زيدان والتي لا تعكس معتقداتي وتقديري الكبير له أعترف أن تصريحاتي كانت حمقاء وتسببت في سوق فهم وأعتذر لزيدان عنها لأنني أحترمه وأقدره كثيرا بص بص هو التصريحات بتاعت رئيس الاتحاد الفرنسي زي ما وقال كده التصريحات حمقاء يعني ما ينفعش تتقال ورد فعل ريال مدريد كان رد فعل رائع جدا رد فعل وزيرة الرياضة الفرنسية رائع جدا رد فعل كان ينبابيق مش طبيعي حلوة حلوة مش طبيعية بس في رأيي الأهم شجعت الاعتذار عند رئيس الاتحاد الفرنسي لقى الدنيا قامت عليه ما قالش أنا مصمم وأنا مش عارف إيه ومين زين الدين زيدان ده أنا رئيس الاتحاد الفرنسي وقاعد يقول كلام إيه فيه إيه جو كده وفيه غرور ببساطة أنا غلطان أنا قلت كلام ما كانش ينفع أقوله سهلة خلس الحوار خلس الحوار بالمناسبة بقى بالمناسبة الاتحاد الفرنسي يجدد تعاقد ديدي شاة حتى 2026 حتى 2026 ديدي شاة تعاقد مع المنتخب الفرنسي مع الاتحاد الفرنسي لتدريب المنتخب الفرنسي إمتى؟ 2012 يعني في 2026 هيبقى بقاله 14 سنة مع المنتخب الفرنسي علماً أن المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2022 كان المرشح الأول للفوز بهذه البطولة صح؟ وخسر المباراة النهائية أمام المنتخب المحترم منتخب العمل يعني مباراة كبيرة المنتخب الأرجنتيني بكيادة ليونيل ميسي ورغم كده ما قالك شيء لأ إزاي لتشكيلة منتخب الفرنسي هي أحسن تشكيلة في العالم وإزاي يخسر المباراة النهائية هو بالنسبة لهم الوصول للمباراة النهائية يعني المدرب واللعبين عملوا اللي عليهم فنجدله التعاقد صح؟ إحنا عندنا الوصول للمباراة النهائية فشل عنده يعني إحنا أكيد مش منتخب فرنسا إحنا عندنا الوصول للمرحلة النهائية من تصفات الكأس العالم ده فشل فما نجددش للمدرب هم عندهم إيه؟ لا الاستقرار مهم هذا ما نصنل المرحلة زي دي فده واضح أن المنتخب كويس واضح أن المدرب كويس يديد الشام واحد من المدربين اللي كان عليهم انتقادات جمهورية كثيرة في أوقات سابقة وكلمت مع حضراتكم فكتر من مرة لعب كأس العالم 2014 خرج من دور التمانية لعب كأس أوروبا 2016 خرج في المباراة النهائية أمام المنتخب البرتغالي في بطولة أقيمت في فرنسا يعني خسر البطولة على ما لعبه سيبروا عليه سيبروا عليه من 2012 ل2018 الرجل مش بينجح محققش بطولة ما عملش إنجاز من 2012 ل2018 يعني 6 سنين 6 سنين ما بينجحش سيبروا عليه في 2018 خد كأس العالم في 2022 وصل نهائي كأس العالم أس بتدير وبتفكر وطبعا خد بالك ده في الوقت اللي إيه يا عام انتو عندك زينة زداني يا عام الرجل عارف أني زينة أكيد رئيسة حتسيبك بقى من الخلافات والحاجات والتصرحات دي أكيد زينة ديسة دا كان هيبقى مهم جدا لمنتخب الفرنسي أكيد بس هم ما بيحسبوهاش حزبة شخصية إنسى الكلام ده سيبك من اللي بيحصل ده لمنوشات ما بيحسبوها حزبة راجل ده مستقر معانا اشتغل علماً لنا عندي كثير من التحفظات على ديشام تحديداً في استبعاده لكريم بن زيمة الفترات المضي والتعامل مع بعض اللاعبين بس راجل في المجمل ناجح فيكمل حاجات نتعلم منها 14 سنة 2026 ديشام هيبقى 14 سنة مع المنتخب الفرنسي ببطولة كاس عالم في 2018 طيب